بالرغم من دور العمال المحوري في دفع عجلات التنمية في كثير من بلدان العالم لا تزال أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية تشهد تظهرا كما يفتقدون المساواة والاستقرار الاجتماعي هذا ما كشف عنه تقرير لمنظمة العمل الدولية يتضمن أرقاما صادمة عن الأوضاع المأساوية للعمال الذكر أنه في كل خمس عشرة ثانية يفقد عامل حياته على مستوى العالم جراء حادث عمل أو بسبب مرض أصيب به في العمل وتشير التقديرات الدولية إلى حدوث أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف حالة وفاة جراء العمل كما يسبب ثلاثمائة مليون حادث إصابات في مكان العمل كلهم ويبلغ عدد العمالة من الشباب أكثر من خمسمائة وواحد واربعين مليونا في جميع انحاء العالم ومن بين هؤلاء مائة واثنان وخمسون مليونا من ضحايا عمالة الأطفال وما يقرب من نصفهم أي ثلاثة وسبعين مليون طفل يدخلون ضمن عمالة الأطفال الخطرة وتحل هذه الأيام ذكرى مرور مائة عام على تأسيس منظمة العمل الدولية والتي كرست جهودها للدفاع عن قضايا العدالة الاجتماعية للعمال رافعة انشعار من كان يبتغي السلام فليزرع العدل لكن بالرغم من ذلك لا يزال مئات ملايين العمال في أنحاء العالم يعانون أزمة العدالة الاجتماعية ما دفع منظمة العمل الدولية لمطالبة الحكومات وأصحاب العمل لاتخاذ إجراءات ملزمة بما يمنح العمال حصة عادلة من التقدم الاقتصادي والاحترام لحقوقهم في الوقت ذاته واحدد التقرير الصادر عن اللجنة المعنية بمستقبل العمل إجراءات عاجلة لوقف تدهر أوضاع العمال في العالم منها تحديد أجور معيشية كافية وتحديد حازم لساعات العمل وإعادة تأهيل للعمال وإعداد الاقتصادات بما يتلاءم مع التطور التقنية وبالرغم من النداءات والمطالبات الدولية لتحسين أوضاع العمال حول العالم ما زال البحث عن العدالة الاجتماعية للعمال أكثر صعوبة من أي وقت مضى وسيزداد صعوبة في مستقبل باتت الآلة فيه تسيطر على العمل على حساب العمال ترجمة نانسي قنقر